لخوة السلام عليكم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في المغرب جاي وجاي بمأهل جديد هذه ماشي زيارة عادية ولكن زيارة الدولة جاي كضيف كبير لبلادنا والضيافة غادي يتكون تلتيام ماكرون غادي يوصل للمغرب في هات الزيارة اللي توصفت بالتاريخية وغادي يتير الكثير من الاهتمام عن الصحافة العالمية حيث القضية اكبر من مجرد زيارة عادية وغادي نعرفه عليش في هات الحلقة فعلا ماشي زيارة عادية بل هي محاولة باش نصلحوا العلاقات ونبدأوا صفحة جديدة مع فرنسا بداية هات الزيارة غادي يتكون من يوم الاثنين من لي غادي يتوصل الطيارة دي الماكرون المطار الريباط صالح غادي يكون في الاستقبال دياله الملك محمد السادس ضيما مراسمة رسمية كبيرة جدا من بينها اطلاق 21 طلقة مدفعية احتفالا بقدوم ضيف المملكة الكبيرة هات المشهد غادي تابعو الناس دي المدينة سلا والرباط وحتى المغرب كله ومن بعد غادي توجه الموكب للقصر الملكي في الرباط باش تبدأ الخدمة دي المعقول من خلال الجلسات الرسمية اول خطبة غادي يقوم بها جلالة الملك والرئيس الفرنسي هي التوقيع على اتفاقية كثيرة مهمة للمغرب والشعب المغربي والاجيال القديمة تخص الاستثمار والطاقة المياه والتعليم وحتى الامن الداخلي ديالنا وديالهم ربما غادي نشوفها خلال هاد اللقاء التاريخي هاد المجالات هي فرص كبيرة جدا للمغرب خصوصا في الميدان ديال الطاقة حيث المغرب عنده طموح كبير في هاد المجال وفرنسا على اتم الاستيدان باش تعاون بلادنا وتساهم معنا في المشاريع الطاقية اللي كتساهم في الاستيدان اليوم التاني من هاد الزيارة غادي يتكون فيه اجواء جديدة جدا لان هاد النهار غادي يكون مليئ بالليقاءات اولها عفوا عشاء رسمي في القصر الملكي اللي غادي يتشرف فيه الرئيس الفرنسي بحضور الملك والوفد المرافق عليه واحتى الزوجة دياله برايجة ماكرون حتى هي غادي يتحضر لهذه المناسبة من بعد ماكرون غادي يكون على موعيد مع خيطاب تاريخي في البرلمان المغربي واحد الخيطاب اللي كيتسنوه المغربة بفارغ الصبر حيث كيف كيقول بعض بان هاد الخيطاب غادي تناول بشكل صريح دعم فرنسا المغربية دي الصحراء وايضا قضايا اخرى من بين هالتعاون في المكافحة ديالهجرى غاية الشرعية وقضايا اخرى في غاية اهمية من غير هادشي كله كياللي كياللي كيتساءل واش فيه على الفرنسا غادي يتفتح قنصرية في الداخل هذا خبار كيتسنوه المغربة من المدة وكيتمنى وجاوب عليه خلال هاد الزيارة هادشي ما كيتوقفت غيره اليوم الثاني غادي تكون فيه اتفاقية جديدة فالمنتده ديال الاعمال المغربين الفرنسي المنتده اللي غادي جمع رجال اعمال كبار وسياسيين من فرنسا والمغرب باش يشوفوا كيفاش شركات الفرنسية ترجع استثمار بقوة في بلادنا خصوصا من بعد وحد الفترة ديالسوبات بسبب برود العلاقات اللي خلت بزرد ديال الشركات الفرنسية خايفة ومترد داما الاستثمار بقوة في بلادنا هاد المنتده هو فرصة للجانبين باش يشوفوا امكانية الشراكة في مشاريع اقتصادية جديدة سواء في الصناعة او البنية التحتية وحتى في التكنولوجيا والتعليم ايمانويل ماكرون ما جايش ببوحده جامعه وفد وزاري رفيع لمستوى من ابرزهم وزير الدفاع وزير الخارجية وحتى وزير الداخلية اللي غادي يساهم في اللقاءات والمباحثات مع النظارة المغاربة وطبعا غادي يتكون عندهم جوالات مع المسؤولين في المملكة الناس اللي عندها ديراية بتفاصيل هذه الزيارة يقولوا بان ماكرون غادي اعقد لقاءات مباشرة مع رئيس الحكومة ايضا وغادي يتنظم مؤتمر صحوه في نهار الاربع باش يقدم حصيلة هذه الزيارة وشنو كيتسنو المغاربة او الفرنسيين او هم مبجوز في العلاقات المغربية الفرنسية من بعد هذه المرحلة هذه الزيارة جات من بعد سنوات من التوتر والصمت بالمغرب وفرنسا حيث العلاقات كانت دائما في توتر نتيجة مجموعة من الخلافات حول ملفات مختلفة وحساسة ولكن هذه الزيارة هي فرصة لعودة الدفع العلاقات وغادي يتكون فرصة ذهبية اللي غادي يستغل لها المغرب باش يزيد يعزز الموقف ديانو في قضية الصحراء المغربية ويدفع فرنسا اللي مزيد من دعم الدولي ده بعد الزيارة اللي كيديرها مكرون المغرب غادي يتولي كابوس كبير مرعب مخيف الكابرانات الجزائر اللي كيشوفوا في كل خطوة كيديرها المغرب نحو الامام تهديد مباشر له الحكام ديال الجزائر اللي معروفين بالحيقد التاريخي على المغرب غادي يزيد يغليد دم في عراقهم أكثر حيث فرنسا اللي كيحاولوا بكل جهدهم يجيبوها لصفهم رجعتك تأكد الدعم الصريح والكامل دينا للمغرب وخصوصا في ملف الصحراء المغربية اللي هو شوكة في حلاقهم ومصدر العقدة اللي ما بغوش يتخلصوا منها مكرون جاب معاه وفد ضخم كيضم مزارع وسياسيين ورجال أعمال باريزين جاب كيشوفوا في المغرب شريك استراتيجي قوي في القارة الأفريقية وهنا النقطة اللي غادي يتحرق الأكبات دينا الكابرامات حيث كيعرفوهم زيان بأن هات العلاقات الماتينة القوية غادي يتفتح أبواب جديدة في التجارة والاستثمارات والمغرب غادي يستفد من الخبرات والإمكانات دينا الفرنسا في مجالات حيوية جدا خصوصا كيف قلت الطاقة المتجددة التعليم والأمن الداخلي في حين أن الجزائر باقة كتغرق وكتزيد تغرق في الصراعات الداخلية دينا وفي الأزامات اللي خلقوها الكابرانات بيديهم الأكثر من هات شي كله في هات زيارة غادي يكون فيها دعم فرنسي أقوى لمغربية الصحراء وغادي يتم الإعلان مرجح جدا باش يتم الإعلان على فتح قونسولية فرنسية في مدينة الداخلة وهذه النقطة بحد داتها كافية باش تخلي الكابرانات ما ينعسوش ذيك الليلة واش كين شي موقف غادي يحرقهم أكثر من أن دولة بحجم فرنسا كتقرر تقويل علاقات دينا مع المغرب في موضوع قضية الصراع كيعرفون زيان بأن هات الخطبة غادي يتزيد من العزلة دينا الموقف الدولي دينا وغادي يتوري للعالم كله بأن المغرب كي يزيد يكسب الدعم والتأييد دينا القوى الكبرى في حين أن الجزائر غادي وكتزيد طحف الحفران اللي هي حفرات عبيد دينا الغيرة والحسد دينا الكبرانات كي يبان في كل موقف كيتاخدوه حتى في التصريحات كي يبان بأنهم ما قادرين شي يخبيو الكراهي اللي في قلوبهم على المغرب دايما كي حاول يوجه سيهم النقد إلى بلادنا بشي غطيوه على الفشل الداخلي والاقتصادي دينا وكي حاولوا يخلقوا مشاكل في كل خطبة كي دينا المغرب نحو النجاح من اللي كان المغرب كي يستقبل الرئيس الفرنسي بكل احترام وفخامة غادي يكونوا هم كيشوفوا فاتشي تهديد مباشر لما كان دينا اللي في الحقيقة ما بقعت عندها أي قيمة في المشهد الدولي المغرب دار ديبلوماسية قوية ومستقلة وخدمة لتنمية شاملة وهذا شيء هو اللي خلاه يكسب احترام وتقدير القوى العالمية الكبرى كابرانات الجزائر اللي ما عمرهم ما عرفوا معنى ديال التنمية الحقيقية او بناء شركة استراتيجية مع الدول العظمى بقاوا واحلين في الخطابات الفارغة والاتهامات غير المبررة وبغني يغطيوا الشمس بالغيربان ولكن مع كل زيارة ديال قادة الدول الكبار للمغرب كي يبن اكثر بالليل كيد ديالهم غادي يرجع لنحورهم حيث العالم كله كي يكتشف اليوم الفرق الشاسع بين المغرب كدولة طموحة ومتطورة وغادي للقدام وبالجزائر اللي باقيه كتقلب على شماع المجاكل دياله وغادي راجع اللور اللي كيقوم به المغرب اليوم هو رسالة قوية للعالم والعالم كامل كيشوف والكابرانات كيغليو حيث المغرب ماشي في طريق التصالح معهم ولكن في طريق النجاح والتنمية خلاهم مورى ظهر كي يبانوا في الشكل الحقيقي دياله الملك محمد السادس الله ينصرع الله يحفظ الله يطول في عمره دير وحد الخدمة كبيرة بالزام وما كيعرفش تعب نهائيا كيكابد وكيواجه التحديات الكبيرة كل يوم باش يقدم الأفضل للشعب دياله جلالة الملك محمد السادس ما كيتواناش في المجهودات دياله سواء داخل البلاد أو في العلاقات الدولية باش يضمن المستقبل ظاهر لبلادنا أولاد بلادنا وخدمات ملموسة لكل مواطع مغربي من أصغر قرية إلى أكبر مدينة من المشاريع التنموية الكبرى والعلم لاقل لدارة جلالة الملك كينا مشاريع الطاقة المتجددة البنيات التحتية الحديثة الموانئ العالمية كيبان بكل وضع بأن الهدف ديال الملك هو رفاهية الشعب والاستقلال الاقتصادي وبأن المغرب غادي يكون عنده صوت قوي ومكان محترم في العالم قريبا جلالة الملك محمد السادس كيتحدى كل العراقين وكيواجه الصعاب سواء من الداخل أو من الخارج كيواجه التحديات وكيكون دائما حريص على بناء علاقات استراتيجية باش يجيب المغرب كل الدعم والشراكة اللي غادي يتنفع البلاد والعباد كيف ما كيعرف الجميع إخواني أخواتي محمد السادس حريص كل الحرص باش يشوف كل صغيرة وكبيرة كتوصل للناس اللي هم محتاجين لهم الملك محمد السادس ماشي فقط قائد حكيم لا غير بل هو الأب الروحي للشعب المغربي كيعطين أولوية للعيش الكريم والهدف دياله هو تحقيق إصلاحات عامقة لهاد البلاد إذن كانت منها من أخ نوش ومن الحكومة الجديدة دياله يستفدوا من هالدروس ومن هالدعبر ديال جلالة الملك محمد السادس حفظه والله للتذكير ما ننسوش بأن آخر زيارة للرئيس الفرنسي كانت في عام 2018 اللي دشن فيها القطار فائق السرعة أي البوراق وحتى هاد المرة عنده بزاف ديال الملف هالزيارة الجاي خصوصا وأنه جاي معاه طموح جديد لدعم المغرب والاستثمار في التعليم والأمن والبنية التحتية وفي الاقتصاد الأخضر وغيرهم وغيرهم فرنسا كتأكد مرة أخرى بأنها كتعرف مزيان أهمية المغرب وكتحاول تستمر في الشراكة معاه ختاما الناس كيسولوا واش فعلا غادي تكون هالزيارة نقطة تحول إيجابية وكيفاش غادي أطرها تشعر المستقبل واش فرنسا بالفعل غادي يكون عندها موقف صريح من قضية الصحراء واش الاستثمارات الفرنسية غادي تقدر ترجع الازدهار في المغرب وتساهم في المشاريع التلموية الكبرى شاركوا ما أنا آراءكم حطوا التعليقات ديالكم هنا أسفل في رقم التعليقات وقالوا لنا واش كتشوفوا هالزيارة بالفعل هي خطوة إيجابية في العلاقات المغربية الفرنسية ولي عندوا شي سؤال آخر أو إضافة أو أي رأي يحطوا لنا هنا في رقم التعليقات لكل غاية مفيدة إذن إخواني أخواتي أستودعكم والله الذي لا تضيع ودائعه إلى اللقاء في حلقة جديدة وضمتم بألف خير وعافية قضية جديدة مع محمد البودالي على قناة كلاش تيفي ترجمة نانسي قنقر